موسيقى رغم التوتر بين البلدين روسيا تسعى لشراكة واشنطن في خطتها السورية المزدوجة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئ اغتياله مدير القطاع الرابع في مركز البحوث العلمية في مصياف إثر استهداف سيارته بعبوة الناسفة وأبو عمارة تتبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد عدم تنسيقها مع أي جهة بخصوص تنظيم عودة اللاجئين السوريين موسيقى حياكم الله إنما كنتم وإلى تفاصيل النشرة حيث كشفت وكالة رويترز الأنباء عن مذكرتين قدمها رئيس الأركان الروسي إلى نظيره الأمريكي لتنسيقه بملف اللاجئين السوريين وطلب الدعم اللازم لإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إليها لكن واشنطن اشطرطت انتقالا سياسيا برعاية الأمم المتحدة وإعادة الاستقرار إلى البلاد المزيد في سياق هذا التقرير نتطلع إلى علاقة إيجابية دعوة روسية لإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إليها ولكن هذه المرة كانت الدعوة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية التي قابلتها بشرط الانتقال السياسي للسلطة الذي يضمن الأمن والاستقرار للبلاد ضمن انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وكالة رويترز للأنباء كشفت عن مذكرة روسية سرية أرسلها رئيس الأركان العام للجيش الروسي فاليري جيراسيموف تموز الماضي إلى نظيره الأمريكي جوزيف دينفورد مضمونها طلب دعم الخطة الروسية المزدوجة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وبسط الاستقرار في سوريا وجاء في المذكرة الروسية أيضا أن نظام الأسد يفتقر إلى المعدات والوقود ومواد البناء والتمويل اللازم لإعادة بناء البلاد من أجل استيعاب عودة اللاجئين إلى مناطق سيطرته الجنرال الروسي طلب من نظيره الأمريكي تحويل التعاون الأمريكي الأردني حول خفض التصعيد إلى لجنة إعادة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا التي قدرتها الأمم المتحدة بـ 300 مليار دولار على الأقل بحسب ما نقلته وكالة رويترز مفوضية اللاجئين كانت قد أبدت استعدادها للتنسيق مع روسيا ونظام الأسد بشأن بحث ملف عودة اللاجئين مشترطة أن تكون العودة طوعية وآمنة الاقتراح الروسي وبحسب ما يراه محللون هو خلط لأوراق الأزمة السورية ومحاولة لترجيح الكفة لصالح نظام الأسد مضيفين أن الضغط الروسي على واشنطن ودول أخرى للمساعدة في إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من شأنه أن يعزز على الأرجح غبضة الأسد على السلطة أعلن تنظيم الدولة اليوم الأحد قتل أحد الرهائن الست وثلاثين الذين اختطفهم من قرية الشبكي بريف السويداء نهاية شهر تموز المصرم أكدت مصادر إعلامية من السويداء إعدام الشاب مهند ذقان ذو تسعة عشر عاما الذي يدرس في كل يد البحوث العلمية في دمشق حيث قال في شريط مصور بثه التنظيم إن أعدامه جاء بسبب فشل المفاوضات هذا وأكد أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية تولي روسيا عملية التفاوض بالتنسيق مع نظام الأسد في حين يواصل النظام إرسال تعزيزاته العسكرية إلى خطوط التماس مع تنظيم شرق السويداء وفق نشطاء محليين ولمناقشت الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي عهد مراد أهلا بك سيد عهد بداية ما هي الرسالة التي يريد التنظيم توجيهها بقتله لأحد الرهائن وما هي الشروط التي طالب بها مقابل الإفراج عن بقية المختطفين أهلا وسهلا فيك بداية الرحمة للشهيد الذي قضى اليوم بعملية إجرامية من داعش من هذا التنظيم الذي يبدو أنه يريد دائما أن يثبت للعالم يوما بعد يوم شدة إجرامه أعتقد أن التنظيم يحمل هوية مختلفة عن التنظيم الذي رأيناه من الشمال يصدر رسائل محلية خاصة وأن النوع الطريقة التي أعلن فيها ذبحه للشهيد هي عملية تصوير في الموبايل في حين كان يعتمد أساليب تصوير متقدمة جدا ليوجه رسائل للعالم سيد عهد يبدو أن الاتصال انقطع مع السيد عهد الصحفي عند مراد من بيروت على كل أحوال سنحاول العودة إليه في سياق النشراء إن تمكننا من ذلك وبالعودة إلى نشرتنا أغتيلة يوم أمس السبت عزيز اسبر مدير القطاع الرابع في مركز البحوث العلمية بمنطقة مصيافة في ريف حماء إثر انفجار عبوة سفتين مزروعة بسياراته على الطريق المدنية ورجحت شبكات إعلامية مولية للنظام وقوف من أسمتها أجهزة المخابرات العالمية خلف الإغتيال في حين قال مولون آخرون إن قصفا جويا استهدف سيارته فيما أعلنت سرية أبو عمارة في بيان لها أن فرقة المهام الخاصة لديها هي من نفذت العملية هذا وأكد نشطاء المحليون أن اسبر هو المسؤول الأول عن إدارة تصنيع ملف الكيموي في سوريا والمشرف المسؤول العام عن المراكز الكيموية في حماء والمراكز العلمية المخصصة لتصنيعها في معهد أربعة آلافة اعتقلت قوات النظام أول أمس الجمعة زياد حمدان الرئيس السابق للمحكمة العامة في المناطق التي كانت تخطع لسيطرة ثوار جنوب العاصمة دمشق قالت مصادر إعلامية محلية أن قوات النظام اعتقلت حمدان في بلدة يلدة لأسباب مجهولة دون معلومات عن مصيره ومكان وجوده وعلى الرغم من الوعود الروسية التي تقتضي بعدم الملاحقة وأضافت المصادر أن اعتقال حمدان ترافق مع اعتقال عضو لجان المصالحة صالح الخطيب والذي أفرج عنه النظام في وقت لاحق وثقت شبكة سوريا لحقوق الإنسان استشهاد عشرين شخصا من الكوادر الإعلامية منذ مطلع العام الحالي وقالت الشبكة في تقرير لها أنها رصدت استشهاد ثلاثة إعلاميين خلال شهر تموز اثنان منهم على يد قوات النظام وواحد على يد هيئة تحرير الشام إضافة لإصابة آخر على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها هذا وطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم وبالعودة إلى الصحفي عهد مراد من بيروت يبدو أننا تمكننا من الاتصال معه مجددا أهلا بك من جديد سيد عهد كنت تجيب على السؤال الأول حول تصوير التنظيم لعملية الإعدام بالهاتف المحمول كنت أقول من خلال ذلك أنه واضح أن التنظيم فقد كثير من هويته فقد كثير من إمكانيته فقد كثير من استراتيجيته هو فقط أداة لإثارة الفوضى بوجهة نظري هو حالة وهم أكثر مما هو حالة حقيقة هو أداة لخلط الأوراق دائما وأبدا على ما يبدو وسيبقى كذلك لا شك في إجرامه ولكن أعتقد أنه يلعب هو ومشغليه في الميدان الخطأ أعتقد أن أهالي السويداء لن يسكتوا عن ما حدث وأنه أمام تحدي كبير سيودي به على ما أظن من خلال فهمي للأوضاع والمتغيرات في السويداء أعتقد أنه عليه أن ينتبه أنه يلعب في المكان الخطأ صراحة طيب برأيك ما هي الشروط التي طالب بها التنظيم للإفراج عن بقيد صدقني عزيزي هذه الأداة الإجرامية هي ليس لها شروط إلا الفوضى هي لا تريد أن تقدم شروطا تنفذ شروطها في البداية كانت هي مرتبطة بشكل مباشر بإيقاف قصة النظام عليها بتحرير بعض الأسرة وهلوم مجرة ولكن رأينا حتى في لبنان ماذا فعلت بعد تحرير الأسرة سلمت جثثا للجيش لبناني بمعنى من المعاني هذا التنظيم هو أداة الإجرامية مشغلة لأجل إثارة الفوضى يغير شروطه في كل لحظة يغير أدواته في كل لحظة من أجل استمرار هذه الفوضى إلى أين النتيجة أعتقد إلى إنهائه بإذن الله أعتقد أننا أمام تحدي كبير أعتقد وأنا أستطيع أن أتحدث عن السويداء وأنا أبنها أعتقد أنه يلعب في الميدان الخطأ في رأيك ماذا يعني إذن بعد كل ذلك وبعد هذا الإجرام الذي تتحدث عنه حضرتك وانتهاء التنظيم ماذا يعني إذن تسلم روسيا لعملية التفاوض مع هذا التنظيم نحن نعلم أن روسيا هي تمسك الميدان السوري كله بشكل عام نعلم أن روسيا تفترض أن لها ثقة عند جميع الافطرار وأعتقد أن هذا ليس صحيح ولكنها عسكريا هي تمسك الميدان وهي تفاوض لأنني أؤكد لك أن وجهاء السويداء السويداء رفضوا التفاوض المباشر مع داعش وهم لا يريدون أن يفاوضوهم بهذا النوع من المفاوضات ولكن أستطيع أن أقول لك أن غدا مساء قد يكون هناك إجابات لكل الأسئلة التي تطرح من خلال بعض اللقاءات وبعض التنفيقات التي تجري في السويداء في موسكو وخارج ذلك ليكون لدينا جواب واضح ما الذي يمكن أن يحصل ولكن بكل تأكيد أن الجواب ليس فيه أي شكل من أشكال مهادنة مع داعش مثل ماذا سيكون غدا تتحدث عن غدا حضرتك لا بد أن يتم تنسيق بين الفصائل أعتقد الفصائل الآن في السويداء ستنسق القوى فيما بينها ستجعل من داعش يدفع ثمنا كبيرا قد لا يكون هذا الثمن بهجوم على داعش لأنهم يدركون تماما مخاطر الذهب المجهول في الصحراء والبادية واللجاة ولكن أؤكد لك أن جملة يستخدمها أهل السويداء حيطان السويداء عالي عند أبواب السويداء سيكون هناك صراع كبير ومحتدم إن كان في التحالف مع روسيا أو تحالف دولي أو كل ما شئت ولكن أعتقد لن نذهب إلى التهديئة بعد الآن مع داعش شكرك جزيل الشكر طبعا الصحفي من بيروت عهد مراد شكرا جزيلا لك مرة أخرى مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير هو الأول من نوعه افتتاح مركز جراحيا مختصا بعمليات القلب المفتوح في الشمال السوري المحرر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد أكدت المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم وجود أي تنسيق لها مع أي جهة بخصوص تنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هذا وقال ناطق باسم المفوضية في الأردن محمد حواري إن المفوضية تسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة ولكن دون وجود أي تنسيق معها بهذا الشأن وأضاف حواري أن اللاجئة هو بوصلة خريطة العودة مؤكدا دعم المفوضية لعودة اللاجئين شرط أن تكون طواعية وتحفظ لهم الأمن والاستقرار كما وكان الممثل المقيم للمفوضية في الأردن صرحها سابقا بأن نحو 15 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا خلال العامين الماضيين وشيرا إلى أن العدد شهد تراجعا هذا العام استشهد مدنيان بنيران قوات النظام في مناطق متفرقة من ريفي حماء الغربي والشمالي نتيجة القصف المدفعي والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام وأكدت مصادر محلية في ريفي حماء استشهاد شاب جراء تعرضه لإصابات بليغة نتيجة القصف المدفعي على قرية زيزون في سهل الغاب بالريف الغربي فيما قضى مدني آخر متأثرا بجراحه أيضا إثر تعرضه للقنص من قبل حاجز الزلاقيات بريفي حماء الشمالي قال ناشطون محليون أن قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز بريديج قصفت مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة وقريتي الصخر والجنابرة بأكثر من 150 قذيفة وصاروخة مخلفة دمارا واسعا وخسائراء في ممتلكات المدنيين لقي عدد من قوات النظام مصرعهم خلال اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على محور مدينة تادف بيري في حلب الشرقية وأعلن قياديهم بصفوف الجيش السوري الحر في محيط تادف صد الثوار هجوم النظام على مواقعهم باتزامن مع قصف بالمدفعية ورشاشات ما أدى لاستشهاد طفلة نتيجة سقوط الرصاص العشوائية أعلنت الأمم المتحدة بدأ عملية إعادة قوات حفظ السلام بشكل تدريجي إلى المنطقة الحدودية من زوعة السلاح بين سوريا وهضبت الجولان المحتلة وقال نائب المتحدث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن طهرام مستعدة لتخفيض وإنهاء وجودها في سوريا في حال شعرت باستقرار نسبي فيها وانتهاء مهمة القضاء على الإرهاب على حد قوله وأضاف قاسمي أن بلاده ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغوط أشيرا إلى أن إيران جاهزة للحوار مع دول المنطقة والأسيمة السعودية وكانت إيران قد نفت في وقت سابق أي وجود عسكري لها في سوريا مؤكدة أن وجودها فيها استشاري فقط وبطالب من نظام الأسد افتتح في الشمال السوري المحرر مركز جراحي مختص في عمليات القلب المفتوح ويعتبر الأول من نوعه في هذا المجال بعد تدهور الخدمات الطبية جراء الاستهداف المتكرر للمنشآت الصحية واضطرار المرضى للعلاج خارج البلاد وتحمل تكاليف العلاج المرتفعة إضافة لصعوبة السفر منذ حوالي ستة أشهر بدأ العمل على إنشاء مركز جراحة القلب المفتوح الوحيد في الشمال المحرر وتحديدا في مدينة إدلب المركز يقدم خدمات طبية نوعية ويسهم في إنقاذ حياة مرضى القلب خصوصا في الحالات الإسعافية التي تتطلب علاجا وتدخلا فوريا هذا المركز خفف الكثير من المعاناة على الناس من مشقة السفر خارج نطاق الشمال السوري كان داخل البلد أو خارج البلد يتم إجراء العمليات الجراحية عندنا في مركز جراحة القلب بأسعار مخفضة جدا الكادر الطبي عندنا كادر جيد ومتمرس وزوء خبرة عالي تتجاوز العشرين عام عمليات جراحية خطيرة كعمليات المجازات الإكليلية والصمام وغيرها بات بالإمكان القيام بها في هذا المركز وبالرغم من أن تكلفة هذه العمليات الجراحية في المركز أخفض من دول الجوار إلا أنها تبقى باهظة بالنسبة لمعظم المرضى بسبب تدني مستوى الدخل المادي عملت عملية والحقيقة كان وضع مكلف جدا وصعب جدا ومثل باقي الأخوة اللي في المناطق المحررة عم نعاني من المشكلة القلب والشرايين ما في مكان نلجأ له نحن من ناشد الجهات المعنية وأهل الخير أنه يدعموا مراكز القلب في الداخل تطوير المنشآت الطبية واستكمال الاختصاصات المفقودة هي مطلب الأهالي هنا في المناطق المحررة لتسهم في تخفيف أعباء العلاج عن المرضى وإنقاذ حياة الكثيرين ممن لا يسعهم العلاج خارج البلاد خلف جمعة قناة حلب اليوم إدلب نهاية النشرة ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبTDTV.net هذه تحياتي وتحيات فريق العمل من غرفة أخبار حلب اليوم دمتم برعاية الله وحفظه بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة